دكتورة تالا يساء الصباحش أهلاً سهلاً بيك دكتورة ليش بين فترة وأخرى يظهر على وسائل الإعلام أنه دولة معينة منعة خضروات أو فواكه معينة من تناولها تمام هلأ زي ما بنعرف أنه ممكن تنتشر البكتيريا والحشرات بين النباتات والخضروات خصوصي أكتر شيء الخضروات الورقية وبعض هاي البكتيريا ممكن يكون نافع أو ممكن يكون ضار فالبكتيريا الضارة ممكن تأثر على جسم الإنسان والسبب له مشاكل صحية بتأثر على الجهاز الهضمي أكتر شيء طيب هل فعلاً يقال أنه الناس اللي تلجأ إلى تناول الخضروات والفواكه فقط يعني نظام همية نباتي تصاب بمشاكل معوية أكثر من غيرها؟ هلأ أكيد لأنه في معظم الخضروات الورقية بيكون فيها ممكن يتواجد فيها بكتيريا تسمى بكتيريا الإيكولاي هاي البكتيريا تكون ضارة كثير على جسم الإنسان خصوصاً على الجهاز الهضمي فبتأدي إلى عصر في الهضم أو ممكن تسبب لهو تسمم في الدم أو ممكن تسبب فشل كلوي فبالتالي مع مرور الوقت ممكن تتأدي إلى الوفاء فهي البكتيريا تعتبر ضارة جداً على جسم الإنسان خير أنواعنا البكتيريا دكتورة في حال غسلنا الخضروات والفواكه بشكل جيد جداً أو ممكن بعض أنواع الفواكه نتقشرها هل معنى ذلك أنه إحنا أزلنا الخطر أم لا؟ هو لنتفادى أو نتجنب الإصابة بالبكتيريا مثلاً زي ما حكينا عن الخاس ممكن أن نتجنب الأوراق الخارجية والأوراق الداخلية نغسلها بشكل جيد تحت مي جارية حتى البكتيريا هاي كلها تروح نعم طيب نطمئن الناس في دولة الإمارات وفي الوطن العربي خلي نقول بشكل عام أنه الخاس حالياً آمن هلأ الخاس آمن ورفعوا الحضر عنه هاي الظاهرة انتشرت قبل فترة طويلة من السنة الماضية بس هلأ رفعوا الحضر عنه وهلأ آمن ما فيه أي مشاكل فيه أيضاً دكتورة البدائل للناس اللي تأكل فقط نباتات هل فعلاً يكون عندها نقص في بعض العناصر الغذائية؟ أكيد هلأ اللي بلتزموا بالنظام أو حمية غذائية نباتية أكيد راح يصير عندهم مشاكل صحية على المدى البعيد من ضمنها ممكن يأثر عليهم في عسر في الهضاء ممكن يصير عندهم أو ممكن يصير عندهم تتغير حاسة التذوق ممكن تكون لأنه لما نعتمد في نظامنا الغذائي على البروتينات من المصدر النباتي مثل البقوليات أو المكسرات حيقل عندنا عنصر الزنك بالتالي لما يقل عنصر الزنك في الجسم أو ينخفض بأثر على حاسة التذوق وبرضه ممكن يصير فيعنا نقص في الفيتامينات والمعادن خصوصاً فيتامين دي لأنه موظم الأكلات اللي بتحتوي على فيتامين دي هي بتكون من مصدر حيواني وممكن يصير فيعنا نقص في الحديد بالتالي ممكن يصير فيعنا أنيميا أو فقر دم وممكن كمان يصير عندهم يقل أنهم يستعيدوا نشاطهم بصعوبة بعد ممارسة التمارين الرياضية لأنه هضم البروتين النباتي بيأخذ فترة أطول من هضم البروتين الحيواني فلما يلعبوا رياضة بعدما يلعبوا رياضة رح يقل عندهم النشاط ويحسوا بخمول وتعب وإرهاق دكتورة هاي النقوصات بكل العناصر اللي ذكرتها حضرتك هل ممكن أن نسدها من خلال تناول مكملات الغذائية هلا ممكن بس بنفس الوقت لا يفضل أنه ما بنى جسمنا يعتمد بس على مكملات الغذائية لأنه برضو مكملات الغذائية لما تزيد عن حدها برضو بتأثر بشكل سلبي على الجسم فيفضل أن يكون أكلنا متوازن من جميع المجموعات الغذائية الخمسة اللي هي من الكربوهايدريت والبروتين والدهون والخضروات والفواكه وسواء نباتية أو حيوانية بحيث أن يكون بشكل متوازن أكثر للجسم حتى ما يصير فيه أي نقص نعم دكتورة هل فعلا صحيح أن الأطفال خطر جدا على الأم والأب أن يخلوهم يتبعون نظام غذائي نباتي كون أنه رح يفتقدون لكثير من العناصر الغذائية خلال مرحلة نموهم أكيد هلأ هو خطر بالنسبة للأطفال خصوصا في مرحلة النمو لأن الجسمهم بيبدأ في النمو في الجسم فيفضل أنهم يبتدوا عن نظام النباتي وهم الأطفال بس يصيروا في مراحل أمرية متقدمة ممكن أنهم يلتزموا في نظام نباتي ما في مشكلة بس ما يكون على فترات طويلة بين فترة وفترة نعم دكتورة هل أبرز أبرز الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان في حال إتبع النظام الغذائي النباتي فقط النباتي زي ما خبرتك إنه ممكن يصير فيه عسر في الهضم ممكن يصير فيه نقص في الفيتامينات والمعادن بيقل النشاط والحركة أو استعادة النشاط بعد ممارس التمارين أو بعد الإجهاد بيقل مثلا ممكن حاسة التذوق على المدى البعيد بسبب نقص عنصر الزينك نعم في تقريبا أربعين ثانية من الوقت نصيحتش لكل الناس بخصوص تغذية نصيحة إنهم يلتزموا بالنظام الغذائي متكامل من جميع المجموعات الغذائية يكتروا من الفواكه المفيدة للجسم الخضروات طبعا لازم يهتموا فيها خصوص الخضروات الورقية بس لازم نقصلها بشكل جيد عشان إذا فيها أي بكتيريا أو حشرات كلها تتلاشى وما يصير فينا أي مشاكل صحية شكرا جزيلا لكلنا أصح وتوجدش معنا في الاستيديو حدثتنا الدكتورة تالة الناطر أخصائية التغذية ترجمة نانسي قنقر